هنروح ليه نجمتنا الذهبية ميار شريف ميار عارفين حضراتكم انها بتسعى بشكل كبير انها توصل لتوب 50 زي اونس جابر طبعا بطلتنا التونسية ميار شريف بتلعب دوقتي بطولة الارجنتين للتنس ميار طلعت لدور 16 طبعا بمعجزة والبطولة مستمرة حتى 7 نوفمبر ميار كانت فازت في دور الـ 32 على الاسمانية اندريا لوزارو بنتيجة 2-1 ميار كمان بتشارك في منافسات الزوجة واتأهلت برضو دول 16 مع زاملتها الفرنسية ديانا باري بعد فوزهم على ثناء الارجنتين بنتيجة 2-0 عبتلعب فردي وبتلعب زوجي ايضا ميار منكزة زي ما قلت الحضراتكم الفترة دي عشان عايزة توصل في التوب 50 على مستوى العالم طب توصلها ازاي؟ بتوصلها بانها تلعب مطشط كتير تلعب بطولات كتير وفي نفس الوقت تحصل نقط كل ما بتلعب على مستوى العالم بطولات كتير رجنتين شفناها فرنسا بولندا ألمانيا أسبانيا بتلف العالم وراء اي بطولة تقدر تلعبها عشان تلم نقط كل ما بتكسب مطشب نقط فالنقط دي بعد كل شهر بيعملوا update او تحديث للترتيب العالمي بالنقط اللي انت بتجمعها بتاخد خطوة القدام خطوة القدام طب ايه فايدة انت تخش في اول 50؟ لما تخش في اول 50 بتتحط في دروهات كلها سهلة يعني ما بتبتيش ممكن انت كنت الاول وانت متأخر بتقع في الدور مثلا الـ 32 او دور الـ 64 ممكن تقع مع بطل عالم او واحد من العشرة الاوائل لما بتخش في التوب 50 القرعة بتجنبك اللعيبك جمدة هو ده هي دي يعني قوائد والرولز بتاعت الاتحادات الدولية في علعاب المضرب فمايار بتسعى لده لان زي ما بيقوله المكسب بيجيب مكسب هتكسب هتطلع فوق الخمسين هتكسب تاني ومش بعيد تأمل زي انس وتخش فيه العشرة الاوائل على مستوى العالم كل التوفيق لنجمتنا نجمة النادي الاهلي ومنتخب مصر ميار شريف طيب هنروح لريشة الطائرة